السلام عليكم ورحبا بكم الجددان وفصفة جديدة وفيديو جديد على قناة فاتيم وحاصيرة جشرة أو فاتيم وحاصيرة جديد رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير مبرك وشيركم الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة وباش متمنيتم في إطار تحذيرات رمضانية وشهيوتها أكيد جبت لكم شبكية أو قريوشة تقليدية بمكونات جد مدقوقة والنتيجة جد مرضية كتجي زوينة بزاف المهم أنتم ما غادي تحكموا بعينكم وبقوا معي حتى الأخير الفيديو لأنه كل لحظة في الفيديو وكنذكر فيها بعض الأسرار أو بعض الحيل باش هدى الشبكيات تنجح مع أي وحدة إن شاء الله ومطيحوش في نفس الأغلاط اللي كي يطيحوا فيها بزاف ديال الناس ومن بينهم أنا كنت كنت نطيح في هاد الأغلاط مهم بغيت نشارك معكم هاد هاد الحيال أو هاد تيبس مهم بقوا معي مع مقادير وطريقة التحذير بسم الله على بركة الله المدوف المقادير غادي نحتاجو كيلوغرام ديال دقيق ممتاز أخلط معها واحد نص معلقة ديال الخميرة ديال الحلويات غادي نحتاجو هنا ديال الخميرة ديال الخميرة ديال الخميرة ديال الخبز غادي نحتاجو مية وخمسين سنتي ليتر ديال الماء الظهر اللي خلط معها ربعة ديال ديال الخل مية وخمسين سنتي ليتر عفوا هي كاس العنبة غادي نحتاجو مية وستين آآ سنتي ليتر ديال آآ الزيت أو كاس ديال الزبدة المذابة من الجيد نحتاجو مية وستين آآ سنتي ليتر أو كاس ديال الزبدة المذابة من نوع الجيد آآ كذلك غادي نحتاجو واحد شوية ديال الماء عادي اللي غادي تساعدنا في في العجينا ونحتاجو كذلك مية جرام ديال اللوز صهد شوية كدك بقشورو وطحنتو مزيان 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 حتي يطلق ديال ذاك ذاك الزويتة ديال نفس شي قدرت معا مية جرام ديال الزنجلان طحنتو مزيان حتي تطلق داك الزيت مزيان وغادي نحتاجو هنا يا صفر ديال البيض وغادي نحتاجو آآ زنجلان طبعا آآ مصهد شي في المقلاع باش يجي هكذاك مقرمل ت få عديدلى المخضر والتساعد كما countries شوفو ااااااااااااااااML تحلطو كذلك الخميرا priel مع الشوية ديال الماء عادي نخلا كثير سوف نفكركم بأن في الدقيق كنت قدرت فيها ديجا واحد نص ميلقة ديال الخميرة ديال الحلويات ودبا غادي نضيفو مسكة الحرة بعد ما دقيتها مزيان ودبا غادي نغرب لها باش ما يبقوش فيها دكت طروفة وغادي تقطع لين العجينة هنه المسكة الحرة دقيتها غيب المدلك تقدرو تدقوها هكذا بالكاس ماشي ضروري انكم يعني تطحنوها مع اشياء ديال السكر بلاش هنه دا بغادي نضيف واحد رسم علقة اخرى ديال الخميرة ديال الحلويات كما قلت لكم قبيلة كنت ضفت واحد نص ميلقة مهم تقريبا تطل ديال الخميرة التومات تقدرو تضيفوها دفعة واحدة مهم خمسات جرام ديال الخميرة ديال الحلويات مهم هنا يام بعد ما خلطت جميع النواشف سنخدموهم هكذا بيدينا يعني بحال نبس بسوهم عاكدك نرملهم مزيان باش دوك العناصير يدخلوا مع بعدياتهم مهم نستبقى ونستمرين بهذه الطريقة حتى تجنس جميع النواشف مع بعدياتها دبا غدي ندوزو نخلطو السوائل هنايا استعملت أصفر البيض تقدرو انتمات تستعملوا بيضة كاملة أنا ما كنستعملهاش علاش لان دك أبيض البيض كيتلق لنا الكشكوشة بزاف في الزيت أثناء القلي ولي ذلك أنا كنستغنى عليها ميحتش يعني غي أصفر البيض قاضي الغرض المهم كنصفي وديك الزعفران بالشعرات ديالها وكنخلط جميع السوائل وبدأ نخدم نذكر ان الماء كنخليه حتى التالي لانه الماء على حسب نوع يد ديال الدقيق كان حالات انه ما كيحتاش ما كيحتاش الماء غيب هاد العناصير هاد السوائل نصفي كتجمع لنا العجينة وبعد الحالات يعني كتحتاش شوية ديال الماء بتجمع لنا العجينة تقدروت بدل الماء تقدرو تعوضوه بماء الزهر ولكن أنا شخصيا كنفضل أنني اللي بقات في العجينة نخلطها بالماء باش ما تجننش العجينة قاسح بزاف بماء الزهر ويمكن ما كتشوفو كنزيد غي شوية شوية بحال كنفغي ديال باش ما تنفوتوش في القياس ديال الماء وتبقى لنا العجينة جارية العجينة تكون قاسحة شوية ولكن في نفس الوقت سهلة في الخدمة ممكن بقوا نخدمو فيها هكذا شوية بشوية حتى كتجمع لنا سوف تلاحظو مين؟ سوف تتعجنو سوف تتلق الزهر تكشير لاش؟ من كتبقى تضيفو الماء تبقى تضيفو غيب شوية بشوية حيث فيه فواكه جفة وفيه زيوت أو الدهون اللي كتطلق مع الوقت يعني كتشرق العجين دقيق كيشرب شوية بشوية وحتى كنحصلو على القوام اللي هو هاداك هنايا كنفضل انني نخدمها على فوق طويلة العمل باش تسهل عليها تدلك مزيان هاد المرحلات قدرو تديروها في العجينة لانا الصراحة في هاد المرحلة كتتهلك شوية اليدين بالعجين لانا اخسها تدلك مزيان 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 مهم مبعد ما تلكتها مزيان ده بغادي نقطعها كدك تريفات ونخليها في بلاستيك غدائي باش ترتاح واحد عشرة حتى الخمستاش دقيقة باش تسهل علينا باقي الخطوات فهاد الاثناء غادي ندوزو غادي نخلطو شوية عندي هنا يا جوش كيلو ديال العسل الخاصة بالمعسلات وغادي نضيف فيها واحد ملقة كبيرة ديال جلوكوز او واحد صاشية صغيرة ديال مسكة الحرة مدقوقة نخلطوها مزيان حيث هاد جوج ديال العناصير وحدة فيهم كتعطي ان العسل كتبقى شدة لمدة اطول في الشبكية وكتعطي لها داك البريو ديالها بالنسبة ل المحلات السوقية على برا كيضيفو فيها الشبه في العسل اللي هي هكا كجينة ديما كتبان ديما هكذا داك البريو داك داك اللون ديالها الساطع ما شاء الله كيزيدو فيها الشبه ولكن احنا يكن عارفو بان هاد هاد المكوين هاد خاطر فذي ذلك غادي نعوضوه بالغلوكوز او المسكة الحرة هنا كما كتشوفو بعد ما فات ديك المدة العجينة ارتحت ودبا غادي نورقوها وغادي نطويوها على شكل رغيفة هكذا باش العجينة تبقى لنا مورقة ومنين غادي نشكلو القريوشة او الشبكية تبقى لنا يعني مورقة من الداخل وكتجي شوكة شرب ضغياء الزيت كتجي يعني خاوية من الداخل بهم بعد ما فات واحد المدة بعد ما ورقناهم وطويناهم بحار الغيفات رجعناهم في بلاستيك الغذائي باش يرتاحوا وعاود واحد العشرة ديال الدقايق انا ديما كنصح ان هكذا المعجينات او البسطس يعني بحكذا هكذا العجينة ديما كنخصها ترتاح ماشي ضروري انها خصها تدلك مزيان وتقتلي راسك معاها ولا يعني خصها غيبين عمل وعمل خصها الراحة باش تسهل العملية ديال الخدمة مهم بعد ما ورقناهم او من بعد ما سرحناهم غادي نقطعو هكذا غادي نقطعو هكذا مربعات يعني عن عندي هنا عشوائي لاننا صعب تعلي العملية كما كتشوفو عندي هنا نص جرارة حيث هرست لي شجرارة ومع هاد الضروف ما لقيتش جرارة وليما لغي هاد الشي يعني كافية لي الغرض كنقطعو كنقطعو اربعة واحد جوج تلاتة اربعة بالنسبة لاتشباك كنهزو تلاتة الولانية كنهزو واحدة وكنحطو واحدة وكنشبكو كنضغطو بيدينا جوج الاطراف التاليين وكنفوتوهم في الوسط وكنحطوهم هكذا وكنحاولو نضغطو على الجوانب هكذا هكذا انتم ما تقدرو دوك الجوانب بتقدرو تقطعوهم او تقدرو تخليوهم انا خليتهم مهم غدي نعود معاكم نهزو واحدة نضغطو واحدة نهزو واحدة اربعة ديال تقطيعات واحد جوج تلاتة اربعة غدي نهزو تلاتة وغدي نخليو لتحت مدلويين جوج وغنهزو هاد جوج الاطراف لي احدى الصبعات الربعة غدي نضغطو عليهم وغادي ندخلوهم هكذا في الوسط وغادي نعودو نضغطو الجوانب نذكر لدوك الجوانب بتقدرو تقطعوهم هكذا بالجرارة باش يجيوا لكم اقصاري او تقدرو تخليهم انا خليتهم هنا ايا العرض الباطئ باش تسهل عليكم انكم تشوفوها كيما كتشوفو قطعت واحد جوج تلاتة اربعة جوج الجوانب لي في البالما ديال يد لي حدى اليد الصبع الكبير وما ليخسهم يتجمعو كيما كتشوفو هكذا هذا هالجوانب لي لي في الطرف انتم تشوفو الجوانب طرفانية هي اللي كان نجمع كان ضغطهم هكذا باليد وكان عودو نخرجوهم فين كان الصبع الكبير ونحلو بالصبع الاشريطة جوج التاليين هما اللي غادي نخليو في الطرف نخليوهم في الطرف باش يجينا الورداء في الوسط موسيقى 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 المهم غادي نقوم مستمرين في هاد العمليات ديال التشباك المهم العجينة ماخسهاش في الطرق ماخسهاش تكون غليدة بزاف ماخسهاش تكون دقيقة بزاف تكون الشبه شفافة باش تسهل علينا جميع العمليات سواء في التشباك سواء في القلي مهم غادي نديروهم في الصينية نخليوهم بلا ما نغطيوهم ونخليوهم هاكدك ينشفو بالريح ديال الكوزينة حيث كايت سهل باش تكون عندهم ديال القرماشة صافي واحد النقطة كنت بغت نذكرها بالنسبة للبنات اللي ما عندهمش المعاونة او داروا كمية كبيرة او بالنسبة الامهات اللي عندهم الترابي الصغار ما يقدروش يعني يخدموها ضغية في الساة في الساة نصحكم انكو ما تديروش الخميرات الفورية بقاو غي على خميرات ديال الحالويات باش ما تخمرش لكم اللي عجينا ويعني وتصعب لكم الخدمة دابا غادي ندوزو غادي نقليو الشبكية ديالنا مهم كما كتشوفو جميع اللوازيم اللي غادي نحتاج هنا هي عند اليد الشبكة ومهم جميع اللوازيم وغادي نجربو الزيت لان الزيت خصها تكون سخونة بزاف طيبة بزاف نستعملت الزيت البيضاء خاصة بالقلي وغادي نستفو الغريوشات ديالنا غادي نبقاو نضغطو عليهم من الزهون نبقاو نضغطو عليهم الجوانب اللي كان لقاوها انها بحالة تلتقط خصوصا عندوك الولا نضغطو عليهم الجوانب بعد باش نديروهم في الزيت يتقلو ونبطو عليهم العافية على النصف اللي كانت مجهدة بزاف الغرض انها هي الزيت تكون طيبة سوف نبقاو نتقلبو فيها كدام زيان مهم اخس غي اثناء القلي اخسكم تعطيو لها الخاطر بزاف وتصبرو معها بزاف باش حيث هاد المرحلة حتى هي مرحلة جد مهمة حيث اللي اعطينا لها العافية بزاف غادي تحرق لنا مرة وتبقى لنا معجنا من الداخل ذلك ما غاديش تعطي لنا النتيجة المرغوف فيها مهم كان نبقاو نقلبو فيها هكذا حتى تعطينا ذاك اللون اللي بغينا هنا يا صافي اخدت ذاك اللون وغادي نديركت نديروها في العسل هنا هي العسل كيما قلت لكم جوش كيلو ديال العسل اللي ضفت فيها معلقة ديال غلوكوز او تقدرو تديرو فيها واحد ساشية ديال ديال المسكة الحرة صافي العسل كيما قلت لكم سخنتها باش تجي جارية باش تدخل في الساعة في الشبكية مهم المدة فاش تبقى الشبكية هكذا في العسل هي نفس المدة تقريبا اللي غادي تبقى لنا الشبكية الخراء كتقلاف الزيت يعني هكذا كتكون بحل سلسلة كنحيدو كنرجعو صافي وكنفندوها كندردرو عليها اشياء الزنجلان اشياء الزنجلان كتبا 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 اشياء الزنجلان اشياء الزنجلان اشتركوا في القناة وإلا عجبت لكم الوصفة وعجب لكم محتوى دي القناة ديروا اشتراك لبقى ما درت اشتراك وشاركوا القناة مع الأحباب والأصدقاء وشاركوا وصفاتي معهم وديروا لايك ما تنسوش لايك واشتراك وشكرا لكم مجددا على المشاهدة ونتمنى لكم إن شاء الله رمضان مبارك وتصوموا إن شاء الله بصحة والسلامة ونتمنى نتلقى لكم إن شاء الله في وصفة قديمة وفيديو جديد ووصفة جديدة ومن هنا لتما نقول لكم طلقوا لفرسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته